مركز الشيخ عيسى الثقافي مرحا ثقافيا بارزا في مملكة البحرين حيث يسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة تتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي وتشجيع الإبداع ونشر المعرفة وتعزيز الحوار بين الثقافات كما يقوم المركز بدور حيوي في جمع وحفظ التراث الثقافي البحريني والعربي والإسلامي من خلال إنشاء مكتبة وطنية تضم مجموعة واسعة من الكتب والمخطوطات النادرة ويعمل على توثيق التاريخ والحضارة البحرينية وتنظيم المعارض الفنية التي تعرض أعمال الفنانين البحرينيين هذا ويساهم المركز في نشر المعرفة والثقافة من خلال تنظيم المحاضرات والدورات التدريبية في مختلف المجالات وإصدار المطبوعات والكتب التي تغطي جوانب مختلفة من الثقافة والحضارة ويسعى إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة من خلال استضافة المثقفين والعلماء من مختلف أنحاء العالم وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة وفي المملكة العربية السعودية أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم برنامج جسور أحد برامج مبادرة تصمم في السعودية الهدف إلى تعزيز التعاون بين المبدعين المحليين والشركات الرائدة والعملاء الباحثين عن تصاميم فريدة ومبتكرة ويعمل البرنامج على ربط المصممين بشركاء تجاريين مهتمين بالابتكار مما يتيح للمصممين فرصة تحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات ملموسة مما يعزز مكانتهم المهنية ويفتح أمامهم فرصا جديدة للنمو والنجاح في صناعة التصميم أعلنت الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حياكم في أبوظبي إطلاق أحدث حملاتها العين واحة بضب الحياة متضمنة سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تدعو جميع أفراد المجتمع الإماراتي والزائرين إلى استكشاف التاريخ الغني لمنطقة العين وأهم معالمها السياحية الاستثنائية والثقافية الأصيلة وما تتضمنه من وجهات فريدة ومواقع جذب مميزة لترسخ مكانتها كوجهة مفضلة للعائلة والأصدقاء تحتفي الدورة الحادية والأشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من الواحد وثلاثين من أغسطس حتى الثامن من سبتمبر القادم بمزيج غني من التراث الثقافي الإماراتي وتحت شعار تاريخ يحاك بروح مبتكرة يبرز المعرض التزام الإمارات بالمحافظة على تراثها الثقافي الغني مع تبني أحدث تطورات قطاعات الرياضات الخارجية والبحرية كما يضم المعرض أحدث تطورات التكنولوجيا الصيد ويطرح معدات مبتكرة تحسن تجربة الصيد وتعزز الاستدامة إذ يشكل صيد الأسماك جزءاً أساسياً من الثقافة الإماراتية منذ قرون أعلنت متاحف قطر عن إقامة معرض السورث كيلي قرن من الإبداع وذلك خلال الفترة من الواحد وثلاثين من أكتوبر المقبل وحتى فبراير من العام الفين وخمسة وعشرين في مركز قطر للابتكار وريالة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء والتكنولوجيا حيث سيتم عرض حوالي سبعين عملاً معاراً من مجموعة متحف قلنستون إلى جانب قطع أخرى من مختلف المتاح في الدولية الكبرى ويحيي المعرض الذي ينظمه متحف قلنستون في ماريلاند الولايات المتحدة ذكرى مسيرة الفنان الراحل أليسورث كيلي التي امتدت على مدار سبعة عقود ويعد أول معرض استعادي لأعمال الفنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تنطلق بولاية صلالة في سلطنة عمان فعاليات مهرجان ظفار السينمائي الدولي خلال الفترة من الثامن إلى الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل بمشاركة مائتين فيلم روائي ووثائقي من ثمانية عشر دولة منها مائة وستة وستين فيلماً دولياً وثلاثة واربعين فيلماً محلياً وفي المؤتمر صحفي أوضح محمد بن عبدالله العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما رئيس المهرجان أن المهرجان يعكس الروح الشبابية في الأعمال الفنية السينمائية مبيناً أنه سيتضمن خلال هذا العام مسابقات في محاور عدة تشمل مسابقات الأفلام العمانية والدولية القصيرة في المجالين الروائي والوثائقي أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو دراسة جديدة لتعزيز الآليات التشريعية في الدول العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتهدف الدراسة إلى تقديم حلول عملية لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للدول العربية في ظل التحديات المتزايدة بسبب ضعف التشريعات الوطنية والحروب والنزاعات وقلت الوعي بأهمية هذا الأرث الثمين وتعزيز الدراسات التنسيق وتبالل التجارب بين الدول فيما يخص أفضل الممارسات التشريعية وسد الثغرات التي تشوب القوانين الوطنية